واصنعت السياحة دي بتأكل الجميع الراجل اللي بيورد أكل الراجل بتاعة التكسي الراجل بتاعة الدرائب الراجل بتاعة الجمارικ كل الرجالة في ما وانت عندك كل المقاومات عندك الفندق عندك كل وبعدين انت كومبو أربعة في واحد عايز ايه انا سياحة شاطئية تفضل أفندم سياحة شاطئية ده عايز تيجي إمتى هتيجي في الصيف وبعدين الراجل العظيم ده قال لي حاجة قال لي عمر احنا ليه ما بنبيعش الصف من دلوقتي يعني الناس بره بتحب تنظم نفسها انا والله اجزتي في الوقت الفلاني من يوم كذا قادي تذكرة طيرانك وحتى اخدها ارخص لو حجزت بدري قادي الفندق بتاعك حتى انت الفلوس تجي لك النهاردة ما تجي لكش قدام يعني الكاشف له بتاعك يبقى شغال انت لازم عندك مناسبات تخترع مناسبات النهاردة ده مهرجان كذا المهاردة ده افتتاح كالندر وعلى فكرة بيحصل في مصر كمية اشياء انا فاكر انا مرة سافرت بس علشان احضر ماتش اكتشفت انه اغلب اللي حواليا مش انجليز الناس جاية من اوروبا كلها عشان تحضر ماتش اللي جم دول العشرين تلاتين الف اللي جم عشان مناسبة واحدة في يوم واحد هو عارف من الاول ان ده النهائي وان ده مش عارف ايه وانه بتاع هو حاجز القوتين وحاجز الفندق العشرين تلاتين الف دول اللي مش انجليز صرفوا كان في اليوم ده انت عايز الناس تيجي تصرف احنا لازم يبع عندنا لازم يبع عندنا مرة اخرى المجلس الاعلى للسياحة اللي يحط خريطة يحط كالندر اللي هي اجندة يحط افكار للترويج القاتل القوي العنيف الحاد انا انا مش مبسوط يعني النهار ده طبعا هو شيء جميل انك بطدت تشم نفسك ورجعت تعمل والاخر بس انا مش مبسوط بالارقام دي مصر تستحقي اكتر فانت عندك شواطق ايه عايز ايه في الشتاء عندنا الشواطق بتاعتنا جاية زي باشا ومش عايف ايه في الصيف ياه ده انت بقى جاي للمنطقة بتاعة الشواطق الصيفية وبتاعة انت غاوي اثار ياه انا ربيض ده انت بقى جاي حتروح الهرم وحتروح المتحف الكبير والمتحف الصغير والمش عارف ايه كله اشتركوا في القناة